اللي انا عايز بس افهم الناس عليه انما هو الحاجة اللي بتجيبه للدكاترة بتكون مش حاجة مبكرة ده بتكون حاجة متأخرة يعني فيه هناك اعراض اخرى لو هو خد باله منها او الدكتور بمعنى اصح وادق اخد باله منها ممكن يشخص التهاب العصاب الترفيه قبلها بعدة سنوات تب ليه العلاج يعني التشخيص المبكر لان التشخيص المبكر حيلزمه علاج مبكر وبالتالي لنصل الى الدرجة اللي قد احيانا نفشل ان احنا نرجع المرض تاني الى سابق عهده قبل ان يحدث من اساسه الحاجات اللي هي المبكرة جدا الاسف لا الطبيب ولا المريض حياخد باله منهم ان الاتزان احيانا يكون حسيس القدمين الدفينة يعني احنا احنا بنمشي بنقف على يعني على هامتنا او على استقامتنا عن طريق ان احنا مخنا بيعرف وضع القدمين على الارض وبالتالي تلقائيا دون اي جهد منه بيحصل شد في عضلات معينة اللي هي عضلات بتسوى انت جرافتي ماسلز اللي هي العضلات التي ضد الجاذبية اللي هي بتفرد الجسم ضد الجاذبية عشان ما يقعش والعضلات دي يعني متوزعة بطريقة ربنا سبحانه وتعالى خلائها في الساقين وفي الجسم كله تقريبا اللي هو بيخلينا وقفين على الوضع مستقيما وقفا ان انا قف دي او المخ يضي هذه الاشارات لازم يعرف انا وقف ازاي يعني افرد ان انا نايم ما بيضيش الاشارات دي طيب افرد ان انا نايم يعني مثلا حاطط رسل تحت ساجد ما بيضيش الاشارات دي فكعش الاشارات دي تدي لازم القواطعة القدمين على الارض تكون وعد سليم وضع وقوف ترجمة نانسي قنقر